اشتركوا في القناة رئيس المراسم بديوان رئاسة بجمهورية اندونيسيا السيد اليفانو وسعدت السفير الدكتور محمد غسان شيخو رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية باندونيسيا واكد سموه ان اقامة البطولة ستدعم التعاون بين البلدين في المجال الرياضي لسيما على مستوى فنون القتال المختلطة خاصة وان اندونيسيا محطة مهمة في مسيرة البطولة على مستوى دول شرق اسيا واكد سموه ان الهدف من البطولة مواصلة الجهد لدعم مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية برياضة فنون القتال المختلطة التي استطاعت بفضل دعم جلالة العهل المفدة لقطاع الشباب والرياضة ومتابعة اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الولمبية البحرينية ينتصل الى مكانة متقدمة وعرب اسموه عن تطلعه لمواجهات قوية تسهم في اضافة نجاح جديد للبطولة وتمنيا للعبين كل التوفيق والنجاح